من جانب آخر أكد سعادة سيد زايد بن رشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض ضرورة البناء على ما وصلت إليه العلاقات المميزة بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص في قطاع السياحة وترجمت نتاجات هذه العلاقات إلى مشاريع عملية تحقيق الأهدف المشتركة بينهما وبما يعود بالنفع على مواطنيها جاء ذلك على أهم الشيء اجتماعي سعادته مع سعادة السيد ساباس برديوس نائب وزير السياحة القبرصي والذي يرافق الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة وذلك بحضور السيدة مريم أحمد توراني مدير إدارة التسويق والترويج بهيئة البحرين للسياحة والمعارض مشددا سعادته على أن تطوير العلاقات الثنائية في قطاع السياحة بين مملكة البحرين والجمهورية القبرصية سينعكس إيجابا على تطوير وترسيخ العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص من جانبه شدد نائب وزير السياحة القبرصي على أن هذه الزيارات واللقاءة الثنائية ستعزز التعاون بين البلدين خاصة في المجال السياحي للاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها كل من مملكة البحرين وجمهورية قبرص ترجمة نانسي قنقر